اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان في العالم وحلقة جديدة من برنامج 1040 حلقتنا هتكون الحلقة الاخيرة في عام 2022 في الاول بحب ان انا اهني حضراتكم باعياد الكريسماس واعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وفي الحقيقة الوقت ده بيبقى وقت خاص جدا في كل سنة مش بس عشان خاطر بنتذكر في مجيء المسيح الهنا الى الارض الله الظاهر في الجسد علشان خاطر يفدي البشرية علشان خاطر يظهر نفسه في العالم لانه الكتاب المؤدس واضح وبيقول ان الله لم يراه احد قط لكن الابن الوحيد اللي هو شخص الرب يسوع المسيح الكلمة الازلي الذي هو في حضن الاب هو خبر علشان خاطر نقدر نتلامس فعليا مع ربنا ويكون لنا علاقة حقيقية مع الاب ومع السلوس القدوس كان لابد انه لان دوت كان في فكرة الله منذ الازل لانه الامر ده كان معروف سابقا من قبل تأسيس العالم انه الله يظهر نفسه من خلال شخص المسيح الله الظاهر في الجسد في الحقيقة في الاول يعني عايز اقول انه الناس بتتساءل طيب هو سبع يناير ولا هو خمسة وعشرين ديسمبر الحقيقة انا بقول الكلام ده يمكن في اغلب المرات اللي بتيجي فيها سيرة اعياد الميلاد لانه دوته يمكن سؤال وسؤال عند كثيرين يمكن من المسيحيين مش عارفين ولكن بالاكثر لانه كتير من احبائنا غير المسيحيين بيسألوا على هذا الموضوع في الاول عايز احط بس شوية نقط بسيطة جدا قبل ما نبتدي في صلب الحلقة النهاردة الحاجات البسيطة ديت انه في الاول الكنيسة الاولى منذ القرن الاول الميلادي في الحقيقة لم تحتفل بعيد الميلاد الا لغاية الوقت مع دخول القرن الرابع الميلادي قبل كده الكنيسة ما كانتش بتحتفل بعيد الميلاد بالذات في الشرق ليه لانه اول حاجة ما كانش هناك تحديد للتاريخ يعني عايز اقول لا خمسة وعشرين ديسمبر ولا سبعة يناير دي تواريخ اتوجدت في احتفالات الكنيسة لما حبت ان هي تعمل نوع من التحديد ليه احتفالاتها التقصية الامر ده ما كانش موجود في القرون الاولى المسيحية ليه لانه فعليا ما كانش فيه يوم محدد ما كانش فيه زي واحد اتولد يوم كذا مثلا يوليو من كل سنة فالامر ده ما كانش موجود خالص وهقول لحضراتكم انه تحديد ما بين خمسة وعشرين وسبعة يناير ما لوش علاقة حقيقية باليوم او بالوقت او بالزمان او بالموسم اللي اتولد فيه شخص المسيح فعليا لان المسيح فعليا اتولد فيه شهور صيفية والدليل عندنا من الكتاب المؤدس فالكنيسة الحقيقة فيه الاباء في القرون الاولى للمسيحية زي ما بقول لغاية مجمع نقيا سنة تلتمية خمسة وعشرين ميلادية لم تحدد تاريخ معين لهذا الامر ولم يكن سائد في الشرق بالذات الامر دوت كان الاحتفال اللي ليه توقيت معين ومعروف هو الاحتفال بعيد القيامة لانه مرتبط بالفصح اليهودي اللي في الكتاب المؤدس ايضا مرتبط به تاريخ معين 14 من شهر نيسان وهكذا سواء بقى يبقى مع اليهود الاحتفال بالفصح كاحتفال تاريخي من ناحية تاريخ اليوم او انه يكون بعديه باسبوع او غيره الامر دوت جاء مؤخرا ولكن في الاول وفي الاهم انه عيد الميلاد عيد ميلاد المسيح ليس له يوم حددته الكنيسة او يعني مش زي اي واحد في بطاقته موجود اتولد يوم ايه عشان خاطر نبقى واضحين جدا في هذا الامر واي بلبلة في الامر دوت تبقى واضحة عندنا طيب ايه اللي حصل طيب اقول في الاول ليه غلبا المسيح اتولد في الموسم الصيفي في الوقت بتاع الصيف لانه اول حاجة لما الملاك ظهر للرعاة علشان خاطر يبشرهم بيقول انه هما كانوا متبدين يعني موجودين في البادية ومعاهم القطعان بتاعتهم اللي هما بيرعوهم ده مش ممكن يحصل بالليل وما يحصلش في ذلك الوقت من السنة ليه لانه الارض في الوقت دوت بالذات على الهيلز او الجبال او المسيحة المرتفعات بيبقى كله متغطى بالتلج بيبقى برد شديد جدا مستحيل انه ينفع انه الحيوانات تكون موجودة في ذلك الوقت وفي يعني بترعة في ذلك الوقت على الاطلاق ده نبرة واحد حاجات دي ممكن لو تحصل لازم تحصل في شهور ما يكونش فيها تلج ما يكونش فيها البرد شديد جدا عشان خاطر ده يحصل الحاجة التانية انه ليه القديسة العزراء مريم مع قديس يوسف النجار كانوا بيروحوا الى بيت لحم وبيسفروا في الوقت ده لانه كان فيه سنسس او فيه يعني بيتعمل تقويم يعني الناس بتتعد ويحصل نوع من الاحصاء معروف في التاريخ الروماني ان الاحصاءات ديت لما كانت بتتم فيه اوقات معينة كانت دايما بتتم فيه شهور صيفية والسبب علشان خاطر كان الامبراطورية الرومانية مترامية الاطراف جدا وبالتالي ما كانش ممكن يبقى فيه سهولة للتنقل او امكانية لو فيه تلج الموضوع مش زي النهاردة وما نقدرش ناخده بالعقلية بتاعتنا النهاردة كتير من الناس كان بتستخدم الدواب بتستخدم الحيوانات بتمشي على رجليها علشان خاطر تقدر تروح اماكن بعيدة بتستخدم البحر وغيره فبالتالي كان دايما بيتم الاحصاء دوات فيه الصيف فبرضو لانه سفر امنا العزراء مريم مع يوسف النجار كان لاتمام امر يتعلق بان هما يروحوا للبلد الاصلية اللي هما جايين منها اللي هي بيت لحم وبالتالي ما كانش ممكن يكون فيه سفر ده مش وقت الاحصاء اللي بيحصل ابدا عند الرومان الحاجة كمان انه لم يكن لهم موضع في المنزل ملقوش اي مكان متاح ليهم علشان خاطر يقدروا انه امنا العزراء تلد المسيح بالجسد وبالتالي لما راحوا وقعدوا في المزود المزود ده فعليا كان فاضي ليه لانه الحيوانات كانت موجودة فين كانت مع الرعاة المتبدين الموجودين في البادية فبالتالي دوت نقدر نفهم منه بوضوح انه يعني اللي حصل دوت ما حصلش فعليا في 25 ديسمبر ولا في 7 يناير لان دولة وقت شتوي شديد جدا بالنسبة للشرق الاوسط بالنسبة لتحديد المعاد اول تحديد للمعاد ده خلي بال حضراتكم انه في الوقت دوت كان فيه تقويم يعني اسمه تقويم اليولياني وكان مش عايز اوجع دماغكم بشوية تفاصيل عن الارقام وغيره لكن هاد دي فكرة سريعة جدا انه تم اختيار يوم 25 ديسمبر من هذا التقويم في سنة 325 ميلادية اللي هو اول مجمع مسكوني المجمع بتاع نقيا وتم ليه تحديد 25 ديسمبر على اساس ان دوت بداية ما يسمونه يعني بالاعتدال الشتوي او انه اليوم دوت بحسب الحسابات اللي كانت موجودة ساعتها هو اطول يوم في السنة فيه ليل واقصر نهار وانه من بعد هذا اليوم بيبتدي النهار يزيد والليل يقل الى ان نصل الى فصل الربيع والصيف وغيره ولان المسيح نور العالم فالاختيار كان مش بسبب ان ده ليه علاقة بيوم الميلاد الذي لم يحدد على الاطلاق ولكن علشان خاطر يبقى الاحتفال خلي بالكم ده مش عيد ميلاد المسيح ولكن ده الاحتفال بميلاد المسيح فرق كبير جدا الاحتفال دوت كان علشان خاطر الزكرة دية وجوده ضمن العياد التقصية في الكنيسة فتحدد 25 ديسمبر بناء على هذا وفي الوقت دوت كان التوقيت دوت بيوازي 29 كياه في التقويم الابطي بعد كده لقين عندنا حاجة اسمها التقويم الغرغوري لانه لقوا ان في الوقت يعني بيختلف من ناحية التقويم الاولاني وغيره فاللي حصل انه حصل انه مع الوقت ومع تغيير الحسابات وغيره انه ما بقاش 29 كياه بيقع فيه 25 ديسمبر وظل الاقباط والشرقيين عموما معده طبعا الروس والجريك وغيره ودولت بيمثلوا الاغلبية من الارثوزوكس دولت بيحتفلوا فيه برضو ب25 ديسمبر ففيه ناس مسكت قالت لا احنا هنتمسك بالتوقيت اللي اتقال في مجمع نقيا والاقباط وبعض الكنيس الاخرى قالوا ان هما هيتمسكوا بما يوازي الشهر القبطي وهكذا فحتى يعني ببعض الحسابات احيانا ممكن الاحتفال بعيد الميلاد مش يوم 7 يناير احيانا ممكن يبقى يوم 6 يناير او 8 يناير بناء على حسابات معينة ليها علاقة بالتقويم القبطي والشهر النيسي اللي هو القصير وغيره مش عايزة اخش في الحسابات دي حضراتكم تقدروا تقروا عنها ولكن اللي انا عايز بس اقوله حاجة واحدة انه احنا ما عندناش حاجة اسمها المولد المسيحي او مولد المسيح احنا عندنا الاحتفال بالميلاد ذكرى الميلاد ولكن ليس الاحتفال بعيد الميلاد او يوم الميلاد بتاع المسيح وايهوب بالذات بالنسبة لأحباءنا غير المسيحيين ان دوته يبقى واضح وما يحسوش انه لا ده هم مختلفين على حاجة ممكن تكون بديهية او غيره دي الفكرة بتاعتها ويعني ده بيقول لنا انه حتى بعد كده لما ييجي واحد من البابوات زي يعني قدست البابا طوى دروس السيني راجل متفتح الفكر ويعني يحب جدا ان يكون الناس في نوع من الوحدة وانه كل الناس اللي ممكن يبقى عندهم عصارات فكرية بسبب حاجات تفهة زي كده انها يعني يحصل نوع من التوحيد او كده طبعا فيه اصوات كتيرة من يعني من الناس اللي متمسكين بالشكل ولكن ليس بالموضوع وحتى حاجة ملهاش علاقة بالحقيقة اللهوتية على الاطلاق وليس هو يوم الميلاد ولكن هو ذكرى الميلاد فيعني انا في الحقيقة ما عفف ان احنا نعيد التفكير في هذا الامر لانه ليس له اي علاقة بحقائق الامان المسيحي ما مش هيخلي على الاطلاق هناك اي شيء يمس جوهر الامان المسيحي وهو انه الله ظهر في الجسد وانه المسيح جاء الى الارض وقانون الايمان مش هيتغير وهنغير اي نص من نصوصه ولكن هي امور شكلية على الاطلاق الحاجة الاخيرة بس اللي عايز اقولها انه بلاحظ كتير جدا انه في الكريسموس زي ما يكون نرى المسيح النون الصغير اللي موجود في المزود لكن احنا محتاجين ان احنا نشوف دوت من خلال العدسة الالهية انه هو الله الظاهر في الجسد وانه لهوته لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين مع وجود كل خصائص النسوت الموجودة ولكن ايضا لهوته لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين فدوت حدث بلا امتزاج ولا تغيير يعني كفاية على الجزء دوت علشان خاطر بس بحب ان انا اشيل بعض الغبار المتعلق بالموضوع ده سواء عند بعض الاحباء المسيحيين اللي ليس لهم دراية شوية بالتاريخ او مع بعض الاحباء غير المسيحيين اللي الحاجات دي ممكن لانه لو دخلته على المت تلاقوا يعني لغط كتير جدا ليس له اي نوع من القيمة من غير العارفين وغير الدارسين في الحقيقة النهاردة عايزين نشوف واحنا دخلين على سنة جديدة اذا تأنى الرب في مجيئه يطرى العالم ماشي في اي اتجاه ايه الترند الماشي في اي اتجاه من الاتجاهات دي وايه علاقة دوت بانه بيقربنا جدا من مجيء المسيح التاني كل يوم بيعدي في تاريخ العالم كل سنة بتعدي في تاريخ العالم نقدر نقول انه احنا كمؤمنين نجاتنا تقترب من الضيقة العظيمة بمجيء المسيح واختطافه للكنيسة على السحاب وايضا بداية موسم المجيء الثاني اللي بيمتد الى عدد من السنين وينتهي بمجيء المسيح جسديا الى الارض اللي هو حادثة المجيء الثاني نفسه لما تمس قدماه جبل الزيتون اللي هينشق ويعني كل هذه الاحداث الموجودة في زكريا 14 وفي اماكن كتيرة متفرقة زي ما الملاكين اللي ظهروا للرسل وهما بيشوفوا صعود المسيح من على جبل الزيتون قال لهم زي ما شفتوه صاعد هتشوفوه برضو نازل ولانهما كانوا على جبل الزيتون لانه ودوة المكان اللي هيأتي فيه زي ما بيقول لنا الروح القدس فيه اصحاح اتنين من اصحاح الاولاني من سفر اعمال الرسل طيب يترى العالم داخل على ايه هنرصد الموجود دلوقتي والتوقعات بتاعة العام الجديد مش بناء على بقى التنبؤات والحاجات والكوتشينا والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه في وسائل الاعلام ولكن بناء على رصدنا للامور ديت واحنا عندنا جايدنس لان احنا سبق الروح القدس واخبرنا على نتائج نهائية هتكون بتحصل فيه وقت موسم المجيء التاني فبنربط الامور ديت فيه من خلال العدسة ديت وفيه ظل ضوء كلمة ربنا هتعرض لبعض الامور السياسية ونتكلم شوية عن الاقتصاد وعن الحالة العامة بتاعة العالم فهبتدي مع حضراتكم يعني عشان كده قفزاتنا النهاردة من موضوع لاخر هتبقى قفزات سريعة حضراتكم مؤكد ان على علم برؤوس المواضيع والاخبار اللي بتحصل حتى لو كانت حاجات بسيطة لكن احاول ان انا احط الفوكس على بعض الحاجات المهمة الحقيقة خلينا نبتدي من الشرق الاوسط بسرعة وننتقل بعد كده الى اوروبا وبعد كده ننتقل الى امريكا وننتقل الى اسيا يعني نمشي بهذا الترتيب كأن احنا مبتدين من الشرق الاوسط يعني لو قلت انه يا ترى ايه التركيز بتاعنا هبتدي في الحقيقة باسرائيل لانه زي ما حضراتكم عارفين انه تم انتخاب حكومة جديدة في اسرائيل رجع بن يمين ناتنياهو علشان خاطر يبقى على رأس هذه الحكومة والحكومة دي بتتميز انها من الحكومات الاكثر يمينية في كل التاريخ بتاع اسرائيل من ساعة انشاءها سنة 48 في هذا العصر الحديث وده طبعا ليه يعني ابعاد نبوية كتير جدا اتكلمنا عنها كتير في هذا البرنامج اللي عايز اقوله انه دي مش حاجة بسيطة ليه لانه اسرائيل فعليا بتاخد موقف مرتبط بطبيعة الحكومة دي الحكومة دي حكومة يمينية متشددة جدا بتتألف من حزب اللي كود وهو حزب يميني ولكن ما هواش يميني متطرف ولكن اضطر علشان خاطر يقدر يعمل نوع من الكوليشن او الحكومة الموحدة انه هو يحط ايده في دين كل الاحزاب الدينية المتمسكة بالطورة وبكل ما تراه من اسرائيل في فكر ربنا وايضا من الناس اللي ممكن يبقى عندهم نوع من التطرف العرقي في هذه الامور وده هو توفر له ان يبقى عنده 64 كرسي في الكنيسة وده يؤهله ان هو يبقى عنده حكومة قوية ومستقرة فحكومة الاقتلاف دي تنتحي جدا ناحية اليمين وده على عكس الحكومة اللي كانت موجودة قبل كده اللي هي بتاعتي اير لابيد طيب او بنت من قبليه تقسم السلطة ده معنى ايه بالنسبة للأحداث نمر واحد انه الموقف من ايران هيبقى موقف اكثر شدة واكثر تصلبا واحتمالات في 2023 ان يبقى فيه ضربة استباقية لو الامر احتاج لكده علشان خاطر ايران ما يبقاش ما بين ايديها اسلحة نووية فعشان كده حتى فيه الخطاب بتاعه بتاع قبول الحكومة الجديدة في الكنيسة ناتنياهو قال انه احباط مساعي ايران لامتلاك سلح نووية من مقدمات اولويات الحكومة فبالتالي يعني نقدر نتوقع هذا الامر جدا ازدياد الغارات الاسرائيلية في العمق السوري في محاولة لانه ما يكونش للحرس السوري وطأة القدم اللي تسمح له ان هو يقدر ينشر سواريخ مثلا تقدر تضرب العمق الاسرائيلي كمان فيه اتجاه ناحية انه الجيش الاسرائيلي بيقول لن نقبل بحزب الله جديد في سوريا فبالتالي يعني الديناميكس الموجودة ما بين اللي بيحصل في سوريا وهذا الصراع العجيب الموجود ما بين تركيا اللي بتحاول ان هي تاخد شريط حدودي واضح انها مشية في الموضوع دوت واضح انها بتعمل موأمتها مع الروس وبتعمل موأمتها مع الامريكان في الموضوع دوت واضح ان ما فيش اصوات كبيرة عالية بتقدر ان هي توقف هذا الزحف وهذه الخطط واعتقد ان دي قصدها ادمان تانية بالذات مع الروس انه تركيا تصبح هب او يعني مكان من خلاله يقدر الغاز الروسي انه هو ينساب من تاني الى اوروبا كل الموأمات دي يتوي من ناحية تانية امريكا تدخلها بالزاد بالنسبة للصراع التركي اليوناني فيعني الحاجة التانية برضو المهمة اللي احب اركز عليها انه الحكومة الجديدة في اسرائيل ما هياش ما كانت تتمناه الحكومة او الادارة الامريكية اللي موجودة في تاريخ مش لطيف ما بين بين يمين ناتنياهو وما بين اوباما ولما كان بايدن نائب الرئيس في الوقت دوت ولا الحكومة بتاعت بايدن دلوقتي وكل محاولة لامريكا انها تستغل ادوات ضغط علشان خاطر تقدر ان هي تفرم الاسرائيل من جهة اي شيء اعتقد انه الفرامل ثابت ناتنياهو مش بيعير نفس الاحترام والاهتمام والامر لبايدن ولا الحكومة بتاعته اتجاهاتهم مختلفة تماما وفي نفس الوقت يعني مش معنى كده انه يبقى فيه عداوة ولكن يعني هيبقى فيه شريك مخالف موجود في اسرائيل هيبقى فيه حد بيستخدم اللوبي اليهودي بالذات مع وجود الجمهوريين النهاردة في بداية العام الجديد ان هم عندهم الاغلبية في المجلس النواب في الكونجرس علشان خاطر تحصل كتير من المؤامات اللي ممكن ما تكونش في الفكر والزهن بتاع الحكومة الامريكية فهي تعتبر بالنسبة للحكومة الامريكية الى حد ما نوع من الخسارة شوية طيب نخش بقى على يعني بس يبقى واضح عندنا النهاردة الصورة هل فيه 2023 فيه مشاكل كبيرة جدا هتحصل هل فيه ضربات استباقية على ايران هتحصل واضح ان فيه ضربات يعني بتحصل دلوقتي قريدي بمنع وجود الحاجات اللي ممكن تخلي ايران بالطاقات بتاعت السواريخ بتاعتها في المرمى الاسرائيلي القريب جدا ودوت من خلال ضرباتها في سوريا طيب على الصعيد الاخر نشوف لبلدنا الحبيبة مصر طبعا بلا شك انه مصر بتعدي باوقات اقتصادية صعبة محدش يقدر ينكر كده كل الناس شايفين اللي بيحصل وغيره لكن طبعا اعتقد انه يمكن يكون على المستوى الاقتصادي او على الاقل نتمنى ان يبقى فيه بعض التحسن لانه وجود السوق السوداء للدولار هذه السوق الموازية نتيجة انه الدولار ما كانش فيه امكانية للسيطرة عليه او انه الدولار دوت ممكن يبقى فعليا فيه وفرة فيه في البنوك وغيره فزي ما حضراتكم شايفين انه سعر الدولار في السوق السوداء بيواصل التراجع مقابل الجني المصري جي حاجة ايجابية جدا وطبعا من الحاجات اللي انا بتتباحها انه الحكومة قدرت ان هي تمسك اربعة من التجار الكبار جدا اللي يعني يعملوا نعمة للاحتكار في سوق العملة وظبطت معاهم ما يوازي القرد اللي هتاخده من صندوق النقد الدولي اللي بدأ فعليا القرد دوت وفق عليه تلاتة مليار دولار لكن ما تبسطوش قوي لانه على مدى ستة واربعين شهر يعني احنا بنتكلم على اربع سنين يعني ايه هيبقى قطرات كده موجودة لكن الاتفاق مع البنك الدولي بيدي نوع من الطمأنينة للبلاد اللي ممكن تسلفك سواء من البلاد العربية الغنية اللي بتيجي عشان خاطر تستسمر وغيره فمن الناحية دية اتمنى انه تكون مصر وهي تعبر عنق الزجاجة احنا ما خرجناش من عنق الزجاجة ولا حاجة ولكن على الاقل يبقى فيه بعض النور مثل ما بنقول يعني عند نهاية النفق يعني بتدي نوع من الامل وانه على الاقل سعر الدولار ما يبقاش اللي بيتحكم فيه سوء موازية ولكن السوء البنكية المعتمدة لان دوت يعني احنا سمعنا ان الدولار كان بيوصل لاربعين جنيه وعشان خاطر الناس المستوردين يقدروا يشتروه وغيره وكان فيه تلعبات كتيرة جدا بتحصل في السوء الموازية والناس اللي بياخدوا دولارات من الخير بطرق غير شرعية ويسقعوها ويستنوا بالمهم يعني حاجات كتيرة جدا يمكن النهاردة بداية الاستقرار في هذا السعر نأمل ان هو يستمر مع خروج كتير من البضايع اللي موجودة في المواني المصرية اللي بيقدر قيمتها بحوالي 6 مليار دولار انه تبتدي السيولة دي تكون موجودة ورئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مدبولي قالوا انه دوت مفروض انه في خلال الاسبوعين تلاتة اللي جايين يكون الموضوع ده كله خلص ودوت طبعا هيساعد على تقليل التضخم الموجود او على الاقل اذا ما كانش تقليل الاسعار التحكم فيها يعني خلونا نبقى دايما مترقبين هذا الامر فده طبعا موضوع كبير جدا يهمنا احنا في مصر طبعا في بعض الحاجات التانية المبشرة زيادة ايرادات بتاعة قناة السويس انه هتكون بتصل سنويا الى حوالي 8 مليار من 5-5.5 الى 8 مليار طبعا ده شيء رائع جدا في حقول جديدة للنفط بيعني وفي امال عليها طبعا ما هيش بنفس القوة بتاعة حقل زهر دلوقتي لكن دوت بيخلي مصر برضو قدرتها بالذات في ظل الحزر بتاع النفط الروسي الحزر بتاع الغاز الروسي او ان روسيا وقفت الحنفية بتاعة الغاز الى اوروبا انه دوت يساعد في ان احنا نقدر يعني نعمل فلوس اكتر من صدرات الغاز بجانب الاكتفاء الداخلي فنصلي انه ربنا يعني يتدخل في هذا الامر الامر اللي انا مش متأكد منه والامر اللي انا عارف بحسب كلمة ربنا انه سيأتي الى وقت انه النيل ساجف يعني ده الكتاب بيكلم عنه بوضوح جدا لم يحدث في التاريخ كتاب المؤدس بيتكلم ان له علاقة بالايام الاخيرة ودوت موجود في اشعية 19 وبيصفه بطريقة دقيقة جدا بتتكلم على امور كتيرة جدا لها علاقة بهذا الامر مش مجرد انها حاجة رمزية مش مجرد انها حاجة يعني اللي عايزة اقوله ربنا مش لا يبالغ ربنا مش بيفشر لما بيقول حاجات معينة ربنا اصدق كل حاجة لانه لا كلمة ولا حرف ولا نقطة الكتاب كان واضح جدا هتسقط من كلمته فما ينفعش ان احنا نسقط هذه عن طريق ان احنا نحطها في قوالب رمزية باهتة ولكن ده عارفينه ان هو هيكون بيحصل في زمان يعني المجيء الثاني الملء الثالث حصل بالتأكيد هناك تحضير للملء الرابع يعني الحاجات دي بتبتدي تقريبا في شهر مارس او غيره ففي بدايات السنة موضوع ضرب السد ده اصبح مش بس مستبعد اصبح يعني تقريبا شبه المستحيل بالذات مع الظروف اللي بيعدي بيها السودان لانه لازم لمصر تبقى هناك قاعدة في السودان او تسهيلات تسمح ليها انها تقدر لو عايزة تضرب او غيره لكن ده طبعا مش ممكن يحصل انه السد النهارده بوجود حاجة وعشرين اتنين وعشرين او تلاتة وعشرين مليار متر مكعب فيه اصبح قنبلة مائية ممكن ان هي تقضي على نص سكان السودان لو تم ضربه بصورة او باخرى فكرة احتلال هذه المواقع فكرة يعني تميل الى الخيال العلمي اكتر ما تميل الى امكانية تحقيقها يعني ان مصر تحتل السد او غيره ويمتكلم على كل حاجات اللي الواحد بيسمحها وبيقراها فمن هذه الناحية انا مش متفائل يعني بحاول احط الامور في نصابها انا عارف ان دي حاجة هتحصل هتحصل ما نقدرش نصلي ضدها لان ده زي ما بيقول الكتاب ان دي امور خارج السلطان البشري مش هتتغير ان ربنا مش هتتهلنا علشان خاطر نغيرها بصلاتنا لصلاتنا لازم تكون in line وفي نفس الاتجاه اللي بيتكلم عنه الكتاب ففي امور محتومة وهذه الامور المحتومة ما نقدرش ان احنا نغيرها انا بقول الكلام ده ليه لانه الكتاب بيقول انه سيدرب مصر ضاربا فشافيا الهدف ما هواش ان ربنا يعاقب مصر ولكن ان هو يشفيها ولكن الطريق الى هذا قد يكون في نوع من التدخل الالهي الصارم علشان خاطر تسقط اوسان مصر من وجه الرب يبقى عندنا اسرائيل عندنا مصر وبنتكلم على الامور اللي تبدو ان هي يعني كويسة وممكن بتدي يعني ضوء وغيره لمصر لكن ايضا ما نقدرش نحط على الناحية التانية ان هناك امر في الباجراوند في عامل نويز عامل ضوضاء وانه يعني لم يحل وطرق حلو على المستوى ان احنا نقدر نغيره بادينا اصبحت شبه معدومة الآن يعني فماذا سيحدث هل هنعدي باي وقت فيه نوع من الجفاف يؤدي الى انه يعني اسيوبيا تتصرف باي طريقة لانه واضح انه اسيوبيا بتتصرف مع مصر بطريقة تصادمية ومعادية وليست بطريقة فيها اي نوع من التفاهم واللي هيقدر يسيطر على المصالح الاسيوبية من الدول الكبرى هو فعليا اللي هيكون في ايده المفاتيح بتاعة النيل مش مصر ف لكن طبعا مصر بتحاول بكل طرقها انه تحاول تعمل اي نوع من الحاجات اللي تبقى فيها نوع من الاستبدال لكن ده طبعا لا يمكن ان هو ابدا يكون مكان النيل بالذات مع وجود الفقر المائي اللي مصر موجودة فيه وده اللي اعلن عنه بوضوح جدا ده مش كلام احنا بنقوله بس بناءا على تقارير الامم المتحدة اوهيل ولكن نفس الرئيس السيسي في مؤتمر المناخ اللي كان موجود في شهر نوفمبر فيه في مصر قال بوضوح ان مصر بتعدي بفقر مائي مع زيادة بقى عدد السكان اتنين ونصف مليون كل سنة معناها انه نصيب الفرد بيرضع مال يقل بطريقة تدريجية حتى من غير سد النهضة فأمر من الامور اللي يعني نحتاج ان احنا نكون بنشوف يا ترى ايه المتوقع اللي انا بقوله لحضراتكم هو مجرد ان انا بقلقي يعني فلاش كده على بعض الحاجات فاسرائيل بالنسبة لمصر طبعا في اللي انا بقوله ده انا بعمل يعني مجرد بقعة ضوئية لكن انا طبعا مش بتكلم على كل حاجة ليها علاقة بمصر واسرائيل وكده لكن اذا تقنى الرب فيه مجيء وعندنا الوقت القادم في يعني الفين ثلاثة وعشرين علشان خاطر ان نكون بنتكلم عنهم اكتر هخش على اوروبا هخلي موضوع الحرب ما بين يعني روسيا واوكرانيا في الاخر لكن اتكلم على بعض الحاجات اللي يمكن وسائل الاعلام عندنا مش بتهتم بيها قوي ولكن قد تكون قنابل موقوتة بالنسبة لالفين ثلاثة وعشرين وهبتدي ب اللي بيخصل فيه اليونان و ماذا يحدث ما بين تركيا واليونان وشرق البحر المتوسط حضراتكم معرفين ان شرق البحر المتوسط يعني بيحمل في طياته وماذا احتياطي رهيب جدا من الغاز الطبيعي وبالتالي يعني مصدر جديد جدا صروة غير عادية النهاردة الكل بيتكالب عليها طبعا تركيا في الوقت الحالي بتحاول ان هي تعمل اي شيء ومعندهاش اي صديق لها غير الحكومة اللي موجودة في غرب ليبيا اللي هي انتهت ولايتها واللي مش مسموح لها ان هي تعمل اتفاقيات خارجية ولكن مؤخرا يعني احنا عارفين حكومة السراج قبل كده من سنتين كانت عملت اتفاق بترسيم الحدود ما بين ليبيا وما بين تركيا خدت خدت مساحة كبيرة جدا فعليا بتتداخل مع الحقوق الطبيعية المصرية وبالتالي يعني لكن حتى هذه الحكومة الجديدة اددت هذه الاتفاقات وده طبعا سر من اسرار الخلاف الضخم الكبير جدا اللي ما بين مصر وتركيا اللي مش هيتم حله بسهولة لانه الغرض الاساسي في الموضوع دوت هو ان تركيا يبقى ليها وطقة قدم وتبقى عندها الفرصة ان هي يعني تتحكم في قدر كبير جدا من مصدر من مصادر الطاقة دية سواء ليها او انها تكون بتصدرها مصدر كبير جدا بالذات يساعد الاقتصاد التركي اللي تعرض لنكسات كبيرة جدا وانخفاض شديد جدا في قيمة العملة طيب يطرى ايه اللي بيحصل ما بين الاتنين هوري حضراتكم خريطة صغيرة يعني توريكم لو حطناها على الشاشة كويس جدا كده حضراتكم شايفين اليونان هنا على الشمال يعني لو حضرتك بتبص على الشمال ده البحر البحر الايوني اللي ما بينها وما بين ايطاليا ومن تحت القطاع الكبير ده اللي جوا جزيرة كريت ده البحر المتوسط لكن فيه بحر ما بين تركيا وما بين اليونان اسمه بحر ايجا اليونان فعليا دلوقتي قررت انها تعمل ترسيم جديد للحدود البحرية بتاعتها يعني فيه القانون البحري خل المياه الدولية تحدد بصورة ده ده حاجة انبسقت عن الامم المتحدة وفيه بلاد كتيرة جدا مضت على هذه الاتفاقية منها مصر لكن وان كانت ليبيا وفقت عليه لكن ما عملتش حاجة اسمها راتيفيكيشن يعني ما حصلش انه البرلمان اقرها فبالتالي حتى يعني التوقيع ده ما يعتبرش انه موافقة او انضمام الى الاتفاقية بتاعت ترسيم البحر بتاعت الامم المتحدة لكن تركيا امتنعت خالص عن الموضوع ده لانه الموضوع مش عجبها ده بيخلي انه ان المياه الدولية دي انه يبقى حوالين البحر بين اول اليابسة والارض للمدة اتناشر ميل ان دي تبقى المياه الاقليمية وبعد بعد كده لمدة 200 ميل يعني ما بين 12 و 200 ميل ده بيسموا المياه الاقتصادية الحدود الدولية دي معناها انه اي حد ما يقدرش يعدي في ال 12 ميل دولت الا لما ياخد الموافقة بتاعة الدولة او لو كان في حتة معينة بتتحكم فيها ممر دولي مثلا زي قناة السويس تقدر ان هي تطالب فيه برسوم او غيره ياريت لما اه اشكرك جدا فزي ما بوري حضراتكم هنا انه المنطقة بتاعة 12 ميل بحريدية هي المنطقة الاكبر 12 ميل وبعد كده 200 ميل دي المنطقة الاقتصادية لغاية دلوقتي اليونان المنطقة بتاعتها فقط 6 ميل فهي النهاردة بتعيد ترسيم الحدود على اساس 12 ميل ف وهي بتعمل كده قدرت ان هي تعمل توصل لاتفاق ما بينها وما بين ايطاليا في البحر الايوني واحنا عارفين انه كان في اتفاق ما بين مصر وما بين اليونان وما بين ابرس قبل كده بالنسبة لترسيم الحدود البحرية بينهم فاللي باقي النهاردة ما بينهم وبين تركيا اللي هو البحر بتاع بحر ايجا ده ف المشكلة النهاردة انه لو هي عملت موضوع ال 12 ميل بحري دولت مش ال 6 اللي هي فيهم دلوقتي معناها انه بحر ايجا ده هيبقى بتاحها بالذات انه في جزر يونانية ومعترف بيها انها يونانية موجودة تقريبا حاجة بتاعت 2 ميل بس من الحدود التركية جزر صغيرة جدا فبالتالي ده يخلي انه فعليا البحر ايجا ده كله يبقى ليس لتركيا فيه وطأة قدم الا لما تاخد الموافقة بتاعة اليونان فطبعا الامر ده بالنسبة لتركيا بيمثل يعني مجزرة علشان كده هناك الكثير من انه كثير من التفكير انه لو ده تم وده حصل هتبقى مشكلة ضخمة جدا بالنسبة لتركيا عشان كده هناك توقع زي مثلا دي احد الصحف بتاعة اليونان بتقول جريس to extend the territorial waters in west and south of كريت يعني غرب وجنوب الكريت وكمان في بحر ايجا فكانت النتيجة انه تركيا بتتوعد بانه دوت هيكون يعني مدعال الحرب لانه فعلا هيكون مجزرة بالنسبة لتركيا فماذا سيحدث في 2023 بالذات ان الاثنين دولة اعضاء في الناتو فطبعا ما هيش حاجة بسيطة للغاية حاجة كمان لان جزيرة كريت هي جزيرة يونانية فالجزء الجنوبي بتاحها يعني لو جبتها بصورة اكبر هنا الجزء الجنوبي بتاحها لو هي طبقت الموضوع دوت دوت قد يتطلب اعادة ترسيم الحدود بينها وما بين مصر لان لان دوت هيدخلها في بعض المناطق لكن لان مصر واليونان الى حد كبير ومعهم ابرص يعني بالذات ابرص ان الحكومة الرسمية اللي فيها المعترف بها هي حكومة تتبع القبرصة اليونانيين ان هم يقدروا يوصلوا لكده لكن قد يقف داعاء تماما يعني يمنع على الاطلاق انه تركيا تقدر تستخدم سروات شرق البحر المتوسط نمرة واحد الحاجة التانية انه ما تعتبر تركيا النهاردة انه هو اداة لتوصيل اي شيء من خلال بحر ايجا او من خلال مد موسير الغاز من روسيا الى اوروبا انه لان ده بيدي قوة كبيرة جدا لتركيا الامر دوت هيحتاج ان هي تاخد موافقة اليونان وتاخد ايضا انها تدفع رسوم لانها تبقى بتستخدم مياه يونانية علشان خاطر تدعم الاقتصاد بتاعها فالامر معقد انا اعرف انه احنا فيه كتير او مش بتكلم عنه مصر قررت مؤخرا في خلال الاسبوعين اللي فاتوا انها تعيد ترسيم الحدود بينها وما بين ليبيا بس من جانب واحد وليبيا اعترضت وغيره لكن مصر عايزة تحافظ على السروات الاقتصادية بتاعتها لانه ده احد الطرق للخروج من الخناق الرهيب المادي اللي هي بتتعرض لي فبالتالي احنا بنتكلم النهاردة انه منطقة البحر شرق البحر المتوسط الغاز المياه انا عارف ان اتكلمت على الحاجات دي يمكن مرات كتيرة حتى من كذا سنة فات وعمال بتكلم عليهم لما الامور بتبتجي يعني تفرز لنا اكتر واكتر مصادر للمعلومات والاحداث لكن زي ما قلت لحضراتكم انه معارك الايم الاخيرة جزء مش قليل منها هيكون على الميا وعلى الغاز وعلى الثروات الموجودة الاتنين دولت من الحاجات الاساسية جدا والمهمة جدا علشان خاطر العالم يستمر الطاقة تستمر في العالم فبالتالي يعني هناك الكثير والكثير اللي يقال فايه اللي بيحصل في المنطقة دي دي احد النقط الساخنة جدا اللي يمكن مش في ذهننا واحنا بنفكر في يعني المناطق المشتعلة في العالم فرأيي ان ده بركان لا يزال الحمم بتاعته تحت الارض لسه ما انفجرتش ولكن قد تكون نقط انفجار كبيرة جدا بالنسبة ل شرق البحر المتوسط الشرق الاوسط بطريقة او باخرى هنكمل الجزء التاني من الحلقة عايز اخد يعني دقايق فاصل بسيط علشان خاطر نبتدي نرجع نشوف ماذا سيحدث في اوروبا ياريت في السنة الجديدة وبداية من النهاردة انه حضرتكم ساعدونا جدا انه اليوتيوب بتاع القناة اللي بيواجه صعوبات كل السوشيال ميديا بتاعت القناة ودي اداة بقت ربنا بيستخدمها جدا للوصول لملايين البشر ويمكن اللي كان بيحضرني في حلقات الفاندريزنج كنا بنشوف ازاي انه ربنا بيدينا الفرصة ان احنا نصل برسالة الرب يسوع اللي لما اتى الى العالم في ذكرى الميلاد هو جهه علشان خاطر يخلص العالم ويعلن حب القاب اللي في قلبه من جهة العالم كله ويصالحنا معاه فربنا حاطت علينا ان احنا نكون سفراء لي وان احنا نطلب عن الله تصالحه نطلب عن المسيح تصالحه مع الله فساعدونا ان احنا نعمل كده وكمان فرصة لحضراتكم ان انتو تعرفوا ازاي تقدروا تعضدوا العمل اللي بتقوم بيه القناة بالذات في الوقت دوت واحنا للأسف الموضوع بطيء جدا 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 بالنسبة لسكة البركة عايز اذكر حضراتكم واحنا بتكلم عن مصر وعن الصعوبات الاقتصادية اللي بيدفع الضريبة دي هم اخوة الرب القديسين ربنا بيدينا فرصة غير عادي ان احنا نكون خدام ليهم نغسل ارجلهم وناخد بركتهم السنة بتخلص كل الناس اللي بيقدموا في كندا وفي امريكا عطياكم معفاة من الضرائب لان القناة غير هدفة للربح ارجوكم ارجوكم تذكروا ان انتو تقدموا وتقدموا بمنتهى السرعة السرعة الشديدة وكمان بمنتهى السخاء ويعني عايز اقول لحضراتكم ان احنا بعثنا اكتر من اللي وصل من القناة علشان خاطر الاسراع فلو سمحتم ده بيأثر على حاجات تانية كتيرة جدا عملنا كده بالايمان وثقين في محبة ربنا واحشاء اللي بيسكبها في قلوب حضراتكم من جهة اخوة الرب فمن فضلكم تقدموا وتقدموا بكل سخاء وبمنتهى السرعة وللي عايزين تاكس ريسيت قدامكم يمكن يومين تقدروا تعملوا فيهم كده هيبعتوا بالميل ممكن انه لغاية اسبوع في خلال شهر ديسمبر الوقت اللي بياخدوا الميل انه يكون بيتحسب للسنة دي فمن فضلكم اعملوا كده بمنتهى السرعة وفي قمة السخاء والعطاء البازل لحب هؤلاء القديسين فأترككم مع هذا الفاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد كده عزيز المشاهد ليصلك كل جديد على شاشة الحرية ولمتابعة برامج البث المباشر او تريد مشاهدة حلقات تم عرضها زور موقعنا على اليوتيوب اذهب الى youtube.com وفي خانة البحث اكتب قناة الحرية او الحرية تي في اضغط على المستطيل الاحمر المكتوب عليه اشترك او سبسكرايب وبتفعيل علامة الجرس سيصلك كل ما هو جديد وبالضغط على قوائم التشغيل او بلايليست يمكنك مشاهدة اي حلقات تم عرضها من خلال قائمة البرامج الموجودة موقعنا هو ثم اتابع ثم شاهد اولا وليصلكم اشعار بالبث المباشر لبرامج القناة يمكنك فتح الفيديو اثناء البث المباشر ثم اضغط على علامة الاختيارات اختر تشغيل اشعارات البث المباشر شكرا لمتابعتكم صفحة قناة الحرية على الفيسبوك خدمة المسيح في شخص اخوة الرب هي مسؤولية وامتياز لقناة الحرية من بدايتها ومعاكم السنة دي كمان مكملين في حملة سكة البركة اللي هدفها تقديم مساعدات غزائية وطبية وعينية وتسديد احتياجات أساسية وملحة جداً لتلات تلاف عيلة من اخوة الرب بمبلغ بسيط هو خمسين دولار في المتوسط لكل أسرة المبلغ المتبقي وعدد العائلات المنتظرة تعديدكم موجود قصاد حضراتكم على الشاشة تبرعاتكم في أمريكا وكندا معفاة من الضرائب وتقدروا تتبرعوا في الحال وبطريقة آمنة على أو اتصلوا بينا مجاناً على الفيبر أو الواتس آب وتليفونات القناة الموجودة طول الوقت على الشاشة عطائكم الساخي والسريع هيرسم سعادة وأمل على وجوه ألاف الأطفال والأرامل والمعوقين من إخوة الرب كل سنة وانتم اتمتعين ببركة العطاء دعمك للقناة عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال إرسال تقدمه في البريد أو عبر تحويل بنكي للتبرع عبر بطاقة الاعتمان أو البيبال ادخل إلى موقعنا الإلكتروني donate.alharia.org للتبرع عبر بطاقة الاعتمان اضغط على زر credit card حيث يمكنك أن تملأ القيمة التي ترغب بالتبرع بها في الخانة المناسبة أو اختار من القيم الموجودة أمامك كل تبرعاتكم على موقعنا الإلكتروني تتم بطريقة آمنة جداً اضغط على نوع التبرع إذا كان شهري أو مرة واحدة بعد ذلك ستملأ المعلومات الخاصة بك والخاصة ببطاقة اعتمانك كل التبرعات التي تقدمها إلى قناة الحرية معفات من الضرائب في أمريكا وكندا إذا كنت تريد التبرع عبر البيبال اضغط على زر paypal في أسفل الصفحة واملأ قيمة التبرع في المكان المناسب يمكنك أن تجعل هذا التبرع شهري عبر الضغط على المربع المخصص بعد ذلك اضغط على زر donate with paypal واملأ المعلومات الخاصة بك إذا كنت ترغب بإرسال تبرعك للقناة نقدياً أو بواسطة شيك شخصي أو بنكي اكتب الشيك لصالح قناة الحرية مع القيمة التي تريد تقدمتها ارسل الشيك أو التبرع النقدي إلى العنوان التالي الحرية TV P.O. Box 5605 Orange California 92863 USA تذكير أن كل تبرعاتكم لقناة الحرية معفات من الضرائب في أمريكا وكندا أيضاً الفرصة متاحة لكل من يرغب بإرسال دعم للقناة من خلال تحويل بنكي يمكنك أن ترسل دعمك بالدولار الأمريكي أو الكندي أو بأي عملة أخرى على الحسابات الظاهرة على الشاشة يمكنكم أيضاً الاتصال بنا فريق العمل حاضر في القناة لمساعدتكم والراد على كل أسئلتكم حناة الحرية تعتمد على تبرعاتكم كل شهر والالتزام معنا لتزديد احتياجات الخدمة الشهرية أهلاً بحضراتكم بعد الفاصل وإحنا بنكمل نتكلم عن اللي بيحصل في أوروبا توقعات لـ 2023 إن تقنى الرب في مجيئه في المنطقة الثانية اللي عايزين نحط عليها تركيز وممكن تبقى فعلاً أحد النقط المتفجرة في 2023 وربما تشعل الصراع ما بين روسيا والغرب بشكل مذهل جداً وهي أحد الأسباب بتاعة الحرب العالمية الأولى اللي يعني زي لحضراتكم في تكروا واحدة من أكتر الحروب دموية في تاريخ البشرية كان منطقة البلقان منطقة البلقان اللي فيه يعني نقدر نقول إنها في وسط أوروبا منطقة في الحقيقة منتهى الأهمية دي إيغوزلافيا سابقاً وإنتوا عارفين إن إيغوزلافيا لما بدأت فيها حرب أهلية من سنة 91 لغاية 2001 وتدخل النيتو والأمور دي كلها اتأسمت إيغوزلافيا في الآخر إلى ست بلاد مستقلة اللي هي صربيا وكرواتيا وبوزنيا وهرسيغوفينا والجبل الأسود أو مونتنيجرو وكوسوفو ونورس ماسادونيا أو ماسادونيا الشمالية والاختلاف العرقي اللي بينهم اختلاف شديد جداً ولازالت هناك نقط تماث لم تحل من الوقت دوت فنقط التماس دي في الحقيقة يعني بتمثل بالنسبة ليهم حاجة كبيرة جداً تفتكروا إن الرب يسوع لما اتكلم على واحد من علامات الأيام الأخيرة قال إنه هتقوم أمة على أمة في الأصل اليوناني إسنس يعني الأمم ديت هتكون بتقوم على بعضها بناء على دوافع عرقية ده للرب يسوع قاله مش يعني وهكذا ليه لأنه في كل بلد من البلاد دي هتلاقوا فيه أغلبية هتلاقوا فيه أقلية لما الأرض اتقسمت اتقسمت بطريقة تخلي المشاكل تزيد مش تقل واحدة من مناطق الصراع المتفجرة موجودة في شمال كوسوفو ما بين سربيا وما بين كوسوفو الأغلبية في كوسوفو أغلبية من أصل ألباني والألبان هم مسلمين شيعة ولكن ضد إيران علشان كده زي ما كنت عارفين السنة دي حصل هجوم سايبراني شديد من إيران شل الأمور في ألبانيا والنتيجة أنه تم قطع العلاقات وغيره المنطقة دي موجودة في شمال كوسوفو والمنطقة دي بيسكن فيها أغلبية صربية وليها بعض الاستقلال الزاتي اللي بيخليها دايما نقطة التماس مش حلوة ما بين البلدين يعني فكوسوفو مش حاسة أن هي قادرة تبسط النفوذ الكامل بتاحها على المنطقة دي صربيا بتقول أنا هحمي الصرب الموجودين فيها والأغلبية الصربية المهم الأمر دوت بدأ يتطور ووضح أن الموضوع ده مش محلول صربيا عملت تعبئة عامة للجيش بتاحها كوسوفو مدعومة من النيتو والغرب والسبب أن صربيا موالية عرقيا وموالية دينيا من ناحية المزهب بتاحها إلى روسيا فبالتالي الحرب ما بين روسيا والنيتو كأن هي بتتمثل بس بصورة قزمية شوية في الموضوع بتاع كوسوفو وصربيا صربيا بتحاول أن هي تعمل كده بس الموضوع دوت لأن فيه ثمان مناطق حدودية مختلفة عليها جدا وكبيرة قوي ما بين كل البلاد ديت هتلاقوا أن ألبانيا مثلا شعر أن كوسوفو ديات مفروض أنها تكون جزء من ألبانيا الكبرى فالدنيا مش هادية بينهم قوي الاختلافات الدينية ما بين أغلبيات إسلامية موجودة في ألبانيا في كوسوفو في البوسنة والهارسك وما بين أغلبيات مسيحية موجودة في صربيا لكن صربيا وما بينها وبين كرواتيا خلاف مذهبي ما بين أرتودوكس وكاتوليك وغير وطبعا ربنا ما لهوش دعوة بالحاجات دي خالص أنا رسي بقولها لحضراتكم وفيه اختلاف برضو حدودي كبير ما بينهم وعارفين أن الحرب دي كانت دموية للغاية وهكذا اليونان بتعتبر أنه مثلا مسادونيا الشمالية دي هي جزء أصلا مفروض يبقى جزء من اليونان يعني الموضوع كله ملعبك في بعضه المجر مثلا المجر بتعتبر دي برضو أجب لكم خريطة لها المجر بتعتبر أنه فيه جزء يعني الصورة دي بتمثل لحضراتكم اللي باللون الأصفر دي منطقة تبع سربيا والمنطقة دي اسمها فيوفو دينا المنطقة دي منطقة غنية جدا تعتبر سلة الغزاء كانت بتاعة يغزلافيا ودلوقتي سلة الغزاء بتاعة سربيا وفيها أقلية مجرية تقريبا تلت عدد السكان لكن الأغلبية من الصرب والمجر بتقول أنا عايزة أحمي السكان بتوعي الرئيس بتاع المجر راجل يميني وشايف أنه المجر أولا فحتى لما راح حضر كاس العالم كان لابس وشاح عليه خريطة فيها المجر الكبرى واخد جزء من أوكرانيا جزء من غرب أوكرانيا وجزء من بولندا وجزء من سربيا فالحاجات دي كلها على بعضها مخلية المنطقة دي منطقة بوركان إيه اللي هيحصل في 2023 لكن في نفس الوقت هتلاقوا أنه المنطقة دي كمان هي المنطقة اللي تكلم عنها الكتاب المؤدس في حسقيال 38 و39 لما قال إن فيه تحالف ما بين رئيس روسيا في الأيام الأخيرة التحالف ده هيضم يعني عدة دول منها تركيا ومنها إيران لكن قال إنه كمان هيبقى فيها ناس من البلقان يعني يترى في المنطقة دي اللي هي الحدود فيها إلى حد ما ريدندنت يعني تحددها فيه مشاكل وغيره وزي ما حضراتكم يعني عارفين اللي بيحصل ما بين إيران وما بين روسيا دلوقتي يعني لما أجي أتكلم عن الحرب هلمسه بطريقة أكبر لكن هتلاقوا إن الكوليشن دوت أو التجمع ده أو التحالف دوت هو تحالف ما بين روسيا يعني اللي في الأيام الأخيرة هيبقى الرئيس بتاع روسيا واحد من أكبر أعوان ضد المسيح وما بين دول إسلامية سواء سنة زي تركيا أو سواء شيعة زي إيران أو زي دول في البلقان المسلمين فيها أغلبهم شيعة وإن كانوا مش ماشيين أوي يعني شايفين الكتاب المؤدس وهو بيتكلم بيتكلم على توليفة وبيحط صدمة يعني حاجات بنسموها صفت ساينز كده علشان خطر عينينا تبقى على المنطقة دي الهدف اللي أنا بقوله مش إننا مجرد إننا بنعمل استطلاع سياسي للسنة اللي جاية بقدر ما أنا عايز بس إيه أكون أنهض بالتسكرة زهن حضراتكم النقي لبعض المناطق دي اللي ممكن في 2023 في ظل الهوجة دي وبالذات مع كلام الرب يسوع إنه الحروب وأخبار الحروب اللي هتكون موجودة بالذات في الأيام الأخيرة هتكون مبنية في الأساس على أساس عرق علشان كده مثلا لما نشوف يغوزلافيا كبلد وإحنا عارفين يغوزلافيا لأنه الرئيس تيتو كان واحد من أقطاب عدم الانحياز مع نهره من الهند ومع الرئيس عبد الناصر يعني نعرف يغوزلافيا كويس إزاي لما تقسمت والحرب اللي قامت والحروب دي قسمتها في الآخر لست دول عرقيا مختلفين من زوايا مختلفة جدا سواء عرقية أو دينية أو هيرو خلينا نحط عينينا على المناطق دي بالذات على اللي تكلم عنهم الكتاب إن هما هيكون ليهم يعني حاجات واضحة جدا هتكون بتتعامل في الأيام الأخيرة بالذات بالنسبة لإسرائيل حتى بالنسبة لمصر وملك الجنوب وطبعا حضراتكم تقدروا تكونوا بتتبعوا الحاجات دي كلها من اليوتيوب بتاعنا وتشوفوا كل الحاجات اللي تقالت سواء في برنامج 1040 أو برنامج أقوال النبوة بصورة أكثر يعني تركيز في المرات اللي كنا بنتكلم فيها لكن أنا زي ما أقول بتكلم إيه عمال أعمل فلاشلايت على بعض الحاجات المهمة فخلوا عينينا على الموضوع دو الناتو عمل تهديد لسربيا وإدالهم 24 ساعة عشان خاطر يسحبوا قوتهم بعد كده بدأ يبقى بيتراجع شوية لأنه الناتو يعني زي ما تسموه يعني بق وخلاص يعني لكن طبعا في عشان كده نلاقي مثلا في رويترز بتقول لنا أنه هو اليو اس والأي يو والنيتو عايزين أن الأمور تهدى شوية في المنطقة دي لأنه هما مش حمل لأنه أوروبا في وسط ده كله تقش في صراع تاني مع أحد الأقطاب اللي روسيا يعني تمولها بكل الطرق وبتديها السلاح وبتديها هذا الأمر يعني فدي نقطة من النقط اللي أعتقد من خلال البعد النبوي نقدر أنها تكون أحد النقط اللي نفكر فيها أنا بقولي الكلام دليل لأنه بالنسبة لنا ممكن مثلا في الشرق الأوسط أو المتكلمين العربية نعتبر الحتة دي يعني طبعا لو سألت الناس على أي حد في الخريطة فين الحتة الفلانية فين البوزنيا فين كوسوفو فين صربيا أو الحاجات دي كلها كل اللي نعرفه على الحاجات دي الفرق اللي منها بتلعب مثلا في كاس العالم وكويسة لكن مش أكتر من كده لكن هم فين وجغرافيتهم فين علاقتهم إيه بأحداث الأيام الأخيرة فأنا بس بحاول أن أنا أسيل اللعاب بتاع حضراتكم أو يعني أجري رئكم على الحتة دية وزي أنهنا نهتم بالحاجات اللي جاية منها علشان خاطر هتدينا صورة وبعد مختلف للي بيحصل في أوروبا لو جينا للحرب بتاعة أوكرانيا وبتاعة روسيا هنلاقي أنه الأمور مش ماشية في اتجاه السلام على الإطلاق وده أعلنوا بوضوح المتحدث باسم الرئاسة الروسية وديمتري ميديفيف اللي هو كان رئيس لروسيا قبل كده ودلوقتي هو يعني اعتبر الشخص القوي في روسيا بعد بوتين وهو نائب المجلس القومي بتاع يعني الأمن القومي بتاع روسيا كلها والراجل ده لما بيتكلم تبقى عارف إن هو يتكلم بلسان بوتين الراجل ده وات قال احنا ما فيش حد هيفرض علينا حاجة وديمتري وسيرجي لفروف اللي هو وزير الخارجية برضو قال نفس الشيء الحاجات والعشر نقط اللي طلع زيلينيسكي بعد زيارته لأمريكا أو أثناء الزيارة بيقول إن هي دي تبقى أساسيات وإحداثيات خطة السلام طبعا هم يعني رموها من وراء ظهرهم يا ترى ايه اللي هيكون بيحصل هل ستنتهي هذه الحرب في 2023 يا ترى ايه النتائج اللي هتكون موجودة اللي أنا عارفه من خلال كلمة ربنا وزي أنا بقول لحضراتكم اللي إحنا بنعرف نقط النهاية أكتر ما تكون بنعرف التفاصيل اللي بتحصل في الوسط فلما يحصل مثلا انسحاب روسي من حتة أو نكسة روسية أو غيره أنا مش بتفرق معايا الحاجات دي طبعا بعرفها وغيره بتحط في الحزبان لكن اللي أصده إحنا عارفين أن روسيا ستكون قوة وقوة لها يعني تأثير كبير جدا في العالم في الأيام الأخيرة وهيكون رئيس روسيا في ذلك الوقت ليس بالضرورة بوتين ولا حد يعني معاشا ما حدش بس يحطها في الإطار ده وتحنا مش بنعمل الحاجات دي لكن رئيس روسيا في الأيام الأخيرة روسيا هتبقى قوة كبيرة هتبقى قوة هتستخدم السلاح النووي وده واضح جدا من حسقيال 38 و39 في إسرائيل وغيره يا ترى فروسيا مهما حصل وخرجت من هذا الصراع فهي ستخرج على الأقصر أقوى مما هي فيه ده مش معنان ما فيهاش خسائر خسائر فادحة وغيره ده مش مش الأصد ولكن أنا بتكلم على الساحة العالمية على بتاع الحرب دي أنه في الأغلب روسيا هتكون فيه وضع أقوى ويعني ده هيبقى شيء في منتهى الخطورة على العالم كله لكن في نفس الوقت هي هتكون كمان بالقدرة إن هي تقدر تقوي وتعمل نوع من الكونسوليديشن والتدعيم الشديد جدا لكل المناطق اللي هي حواليها اللي هما هيبقوا جزء من التجمع دوت ف إيران مثلا لو مسكنا هنلاقي إنه التعاون ما بين إيران وما بين روسيا رهيب جدا 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 وبيتزايد بشكل واضح والسبب في كده هو ما أكتر من سبب إيران محتاجة للدعم الروسي علشان خاطر تقدر تصل وبسرعة إذا ما كانتش يعني وصلت إلى إن هي تقدر تمتج سلاح نووي هي محتاجة للدعم دوت سواء الدعم بتاع الخبرة سواء الدعم بتاع تخصيب اليورانيوم بصورة يعني يبقى ساموه ويبن جريد يعني عشان يصل إلى إن هو يبقى سلاح يستخدم كل الحاجات دي لكن قصاد كده كمان روسيا الحقيقة بتنعش الاقتصاد بتاع إيران بإنها عملة تشتري منها كمية هائلة جدا من الدرونات مثلا ووضح إن المصانع الإيرانية بتشتغل دلوقتي علشان خاطر تبعت الدرونات دي إلى روسيا اللي بتعملها روسيا في الحقيقة هي فكرة أعتقد إنها فكرة زكية جدا 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 لأسباب كتيرة أنا ببعث حاجة لو اتضربت أنا مخسرتش قوات نمرة تنين إن أنا بقدر أعمل استنزاف للسلاح بتاع الدفاع الجوي الأوكراني سواء بالأسلحة السوفيتية الأديمة اللي عندهم زي الس 300 أو عن طريق إن أنا أقول لحضراتكم للسنزاز ده ممكن يحصل إزاي والنهار ده يمكن تكون الحلقة أطول شوية علشان خاطر نقدر نغاطي أكبر قدر ممكن من المعلومات فالنهار ده تمن الدرون دوت تقريبا في حدود الخمستاشر ألف دولار لكن خدوا مثلا السواريخ الزكية اللي بتبعتها أمريكا والغرب إلى أوكرانيا وطبعا إحنا عرفنا إنه من نتائج الرحلة بتاعة زيلينيسكي هنا الأمريكا إنه بايدن قرر إن هو يدي لأول مرة سواريخ باتريوت عشان تروح هناك سواريخ باتريوت ديت الوحدة الوحدة منها الوحدة الوحدة منها تمانها مليار دولار عشان تتصنع وكل ساروخ من السواريخ ديت مش متذكر قد ما بين كذا مليون دولار يعني ياربعة خمسة سبعة عشرة حاجة زي كده يعني فأنا النهاردة لما المسيرات ديت اللي تمانها خمستاشر ألف أفضل أبعثها بالمئات وأنا عمال أصوب عليها أنا عمال أدفع شيء خمسة مليون علشان خاطر أضرب لي خمستاشر ألف ففي الحالة دي أنا بعمل نوع من الاستنزاف وبالتالي أنا بحط ضغوط شديدة على أوروبا ضغوط شديدة على أمريكا من ناحية أنه لازم هتبعت العتاد دو البديل فبالتالي أنت بتستنزف الإمكانيات العسكرية بتاعتك حتى لو بدأت تنتج معناها أنك أنت بتوجه كتير من الفلوس بتاعتك من الاقتصاد علشان خاطر تبني ترسانة السلاح تاني أو تعمل لها يعني تعيد تزودها فمعنى كده أنك أنت بتاخد من الفلوس اللي ممكن تتصرف على الاحتياجات بتاعت الناس زي دعم الغذاء زي الاقتصاد الداخلي وهكذا فبالتالي هناك استنزاف اقتصادي وفي نفس الوقت أنت بتقوم الناس اللي في الدول دي لأ ما كفاية بقى أن إحنا نقعد يعني استنزفنا كل طاقاتنا علشان خاطر أوكرانيا أوكرانيا بتبيع دا للغرب أن أنا بعمل حرب بالإنابة عنكم عشان خاطر أوقف الزحف الروسي على أوروبا المهم فدي فكرة زكية وهي استخدام حاجات رخيصة جدا علشان خاطر أستنزف بيها حاجات غالية دي نمرة واحد أو او ثلاثة يعني مع كل الأبعاد بتاعتها لكن الحاجة التانية كمان اللي بدأت تبان في الحرب الروسية أنه استخدام الدرونات دي أحيانا الدرونات دي كمان بتبقى حاجات يمكن ما بتحملش أسلحة ولكن بتستخدم علشان خاطر لما يتم استهدافها دوت بيعرف الروس فين المواقع بتاعت البطاريات دي فبالتالي يبتدوا يضربوها وده باين في خلال الأسابيع الأخيرة فاستنزاف محاولة المعرفة الأماكن دي علشان خاطر أعلنوا أنه البطاريات بتاعت باتريوت دي اللي جاية مش بس ده استعداء أمريكي لروسيا ولكن أيضا هتبقى أهداف مشروعة جدا علشان خاطر نقدر نضربها بس هضربها ازاي من غير ما أصلا أكون ببعث لها حاجة تضرب عليها وهكذا بتستخدم يعني شايفين الوين وين سيتيويشن أو اللي اتنين بيكسبوا سواء روسيا أو إيران وده بيعمق العلاقات بينهم جدا 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 اللي باين من روسيا واللي أعتقد أنه من أهم النتائج اللي بتاعة الحرب الموجودة دلوقتي أنه اللي معه سلاح نووي ما تقدرش تضربه اللي معه سلاح نووي دايما هتبقى بتتعامل معه بحذر مش هتقدر أنه تتهجمه أو تحط ظهره في الحيطة بالطريقة اللي ما تخليه ش عنده أي وسيلة أخرى سواء للدفاع أو للخروج من المأذق غير استخدام السلاح النووي دايما هيبقى عندك خط أحمر أنك انت توصله للنقطة دي وإن كان يعني الإدارة الأمريكية للأسف يعني في ساكرت الرغبة في التخلص من بوتين بتحاول تعمل حاجات أعتقد أنه فيها بتضحي يعني بتضحي بالعالم ففي كل الأحوال فإيران مدركة جدا كده فبالتالي الصراع عشان خاطر الحصول على وسائل التدمير الشامل ديت بتزيد وبتزيد جدا وده شايفينه بيحصل في كوريا الشمالية شايفينه بيحصل في زيادة الانتاج النووي من المخزون بتاع الصين وهكذا ليه لأنه أنا النهاردة اديت المثل حطيت يعني الصورة فين فين ما أقدرش يعني عارف اللي يقولك مش عارف إيه ظهره ما يضربش على بطن وهو الحكاية بتؤكد وتؤصل كده فبالتالي مثلا لو ده حصل طب ما ده خطر على السعودية وعلى مصر وعلى اسرائيل مش بس على على اسرائيل فده هيخلي برضو السعودية من ناحية تانية عمالة من تحت السطح بتحاول إنها تشوف إزاي ممكن لو حصل دوت أقدر أحصل على سلاح نووي من باكستان مثلا الدولة السنية المسلمة اللي معاها سلاح نووي اقتصاد بتاعهم تعبان جدا السيول بهدلتهم الحاجات دي كلها في صراع مع الهند على الحدود وكشمير والحتة ديت فبالتالي هما محتاجين جدا لإن أنا أعددهم بالذات مع الدول العربية ديت في ظل أزمة العالم كله هما فعليا يعني نموا الاقتصاد بتاعهم وعملوا مخزون كويس جدا وعندهم سندق سيادية في غاية القوة من بيع الغاز ومن بيع البترول فبالتالي يعني حضراتكم شايفين أنه ده بيأصل فكرة الصراع والرغبة في الحصول على النووي بأي طريقة ممكنة ودو نخلي أوروبا النهاردة كمان بتتحسب سكتها النهاردة ألمانيا بتعلن لأول مرة أنه لابد أن يبقى عندنا استعداد لإيه اللي ممكن يحصل ونتيجة إشعاع نووي نتيجة ضربة نووية ده النهاردة بيعملوه بولندا وأوكرانيا بيوزع على الناس حبوب اليود علشان خاطر مقاومة الإشعاع أو تأثير أو غيره ف نتائج الحرب الروسية مش بس تأثيرها على بقى فيه زي مايند سيت بقى فيه تريند دلوقتي طيب لما دوت يحصل آه ده معناه أنه البلاد دي كلها هتوجه اقتصادها عشان خاطر يبقى اقتصاد حرب كل الحاجات دي عمالة تأثر على الأوضاع الاقتصادية بتاعت الناس في أوروبا سواء من ناحية التضخم أو غيره فده بيؤدي إلى اضطرابات موجودة اضطرابات مجتمعية شديدة وده اللي بنشوفه كل شوية نلاقي مظاهرات في ألمانيا مظاهرات في فرنسا أحيانا في فرنسا بتتحول إلى يعني بتبقى إلى حد مشارسة جدا بنلاقي الإنجلترا مثلا وصل التضخم فيها لـ 11% الحكومة عندها مشاكل كبيرة جدا مع يعني التدني بتاع كتير من الخدمات هناك مش بس نتيجة أن الناس ما معاش فلوس لكن كمان نتيجة الإضرابات اللي بتحصل سواء من عمال السكك الحديدية أو الحاجات دي مهمة جدا مثلا في النسبة لإنجلترا أنا عشت هناك فبالتالي أنا أدرك تماما يعني أنه السكك الحديدية والأندرجراوند والحاجات دي كلها يبقى فيها مشاكل يبقى فيها إضرابات الأكتر من كده أنه الأول مرة في تاريخ بريطانيا يحصل أن الممرضات والنرسات يقرروا أنه هم يعملوا إضرابات الحكومة وفقت على 4.5% زيادة في الدخل وهم طالبين 19% والأمور محتدمة جدا وطبعا مؤثر قوي على الاقتصاد البريطاني فلما بريطانيا تيجي تعلن في خلال اليومين اللي فاتوا أنها تدي 2.3 مليار من الميزانية الجديدة عشان خاطر مسندة أوكرانيا ده ممكن يعمل إيه؟ أنا أنا في رأيي أنه هو هيكون خطر جدا 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 على اللي بيحصل في بريطانيا يعني بريطانيا بالذات وضعها يقل قوي زيادة الأسعار الحاجات يكون لها وفي الآخر كل دوت اللي بيشوفه الراجل اللي عايش في أوروبا على أنه أنا عمال بضحي علشان خاطر سقب أسود اسمه أوكرانيا ما you can't top it off يعني ده أنت بالضبط عمال البير دوت ياخد 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 وبياخد مني أنا ف دي طبعا أحد المحاولات بتاعة بوتين أنه يأثر على الديناميكية بتاعة الشعوب وشايف الأمور إزاي ومخلية أوروبا تبقى في الوضع اللي من ناحية مش قادرة تستغنى عن أمريكا وفي ناحية تانية كرهة جدا التبعية لأمريكا بالذات أنه هما شايفين أن أمريكا مثلا بتحصد كتير من المميزات الاقتصادية على أفاهم هما من ناحية أنها تبع لهم الغاز المسيل نتيجة طبعا الشحن والبعد المسافة والإنشورانس والحاجات دي كلها بأربع أضعاف اللي كانوا بياخدوه في السيل الشمالي واحد واثنين من روسيا اللي اتضرب والغاية دلوقتي ما أعلنوش عن مين اللي عملوا وبالتالي هناك أسئلة كتيرة جدا عن ممكن يكون ايه الدور بتاع أمريكا في أنها تخلي الحياة صعبة أو تخلي أوروبا دايما محتجا لها وفي نفس الوقت أوروبا كارها كده حالة الضعف دي في رأيي أنا في رأيي أنا وهيبان أكتر في 2023 ما تأثير هذا على الاستقرار الاجتماعي في أوروبا مش بس السياسي ليه لأنه وجود الاتجاهات دي بيعمل ايه بيعمل حاجات كتيرة نمر واحد بيقوي كتير من الاتجاهات القومية اللي فيها ممكن نلاقي الاتحاد الأوروبي دوت القوة بتاعته أو يعني لو حطتها بالطريقة دي تسامغ نفسه اللي خلي الناس دي يتجلوت وجزر ويعني ربطين في بعض يبتدي يتحلل تحت الحرارة الشديدة بتاعت التضخم وارتفاع الأسعار والحاجات دي كلها وكراهية الأوروبيين للاستمرار في تحت أمريكا قد يؤدي هذا إلى الرغبة في وقت قريب جدا أنه يعني يحصل نوع من التكسير والتحلل للاتحاد الأوروبي أو للنيتو وفي نفس الوقت يبقى فيه رغبة أن يبقى فيه ليدرشيب قوي نوع من القيادة اللي تكون أرض ممهدة علشان خاطر شخصية قوية جدا زي ضد المسيح اللي هيكون قائد سياسي بارع وعسكري وهنا أنا 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 أتكلم على طريقة الهندل للأمور لأنه مكتوب أنه هو في أول الأسبوع هيدخل في عهد يعني هيثبت عهدا مع كثيرين فواضح أنه هو في القدرة على والقدرة على أنه يعمل نوع من التحالفات قدرة كبيرة جدا وقوية جدا في نفس الوقت الافتقار للقيادة اللي تقدر أن هي تدير الأزمات بتاعة أوروبا لكن من ناحية التانية هنلاقي أنه كمان بيزود اتجاه ناحية القومية زي مثلا ما بنلاقي أنه اختيار اليمين لأول حكومة يمينية خالصة يعني بعض رأاها متطرفة في إيطاليا ده بجنب المجر مثلا اللي هي بتمثل زي شوكة في جنب الاتحاد الأوروبي والنيتو واللي بيحصل في فرنسا والانتخابات البرلمانية اللي أفرزت اتجاه يميني معارض للاتجاه بتاع الرئيس والحكومة يعني اللي عايزة أقوله أنه الحاجات دي كلها بيحصل فيها نوع من التراكم في التأثير بتاعها يؤثر بشدة على السلام الاجتماعي في أوروبا ويخلي الأرض مماهدة جدا علشان خاطر يبقى الناس بس متطلعة إلى مين يقدر ياخد بأيديها مين يقدر يثبت أن أوروبا تقدر تقف على رجليها بدون ما الاحتياج إلى الأنكل سام أو العام سام الأمريكي كل الحاجات دي عما لا بتتحرك فاللي بتفرزه الحرب الروسية الأوكرانية مش مجرد اللي احنا بنسمعه كل يوم عن مين ضرب مين وإيه مين وغيره لكن أنا يعني بحاول أن أنا أخش فيه الأعماق اللي ليها علاقة باللي ممكن يكون بيحصل وهيؤدي إليه في الأيام الأخيرة ألمانيا يعني من شهرين أبضوا على ناس كانوا عايزين يعملوا ما يسمونه الرايخ الرابع أو النازية يعني وناس يعني وناس منهم جنرالات في الجيش من قبل كده متقعدين وكده كانت حركة عشان تعمل انقلاب فتخيلوا أن أصلا في ناس بدأت تفكر أنه إمكانية أن حاجة زي كده تحصل انقلاب في أوروبا حاجة يعني مين آخر مرة حد فكر أن دي حاجة ممكن تحصل في قارة زي أوروبا لكن لقينا أنها حاجات كانت منظمة وتحت السطح والبوليس الألماني قدر أنه يؤيدها وهي بدري شوية فما بين الحروب بتاعة الأقليات ما بين العلاقات اللي ما بين دولتين في الناتو قد تقوم بينهم الحرب الأول مرة في تاريخ الناتو ما بين تركيا واليونان ما بين اللي بيحصل في البلقان وما سيفرز عليه الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها كمان على الاقتصاد العالمي ودوة هجيله فيه خمس دقايق في الآخر كل دوة وما يؤدي إليه التوقعات بتاعة 2023 قلت لحضراتكم أنه مش معنى كده أنه ممكن دوة كله يحصل ولكن على الأقل احنا عارفين أنه في نهاية الأمر ما سيفرز عنه أنها تكون روسيا في وضع يسمح لها أنها تقدر تعمل هذا التحالف وتبقى مهيمنة ومسيطرة عليه حتى مع تركيا لأنه لو تركيا اكتشفت أنه النيتو الغرب عموما مش واقف معاها ضد اليونان أنه دي أحد الأوراق التي تستخدمها أمريكا للضغط على العلاقات التي أحيانا تبان أنها بدأت تبقى وسيقة أكتر لما بوتين يطلع ويقول أنا ما قدرش يلاقي دولة تانية أسق فيها زي تركيا عشان خاطر أبعث لها البترول وتبقى محطة لتوزيع الغاز إلى بقية أوروبا يعني حاجات دي تقلق جدا في الهيبان اللي بتحاول تعمله تركيا في سوريا وزي روسيا وهي بتسيطر على مقاليد الأمور في أجزاء كتيرة من روسيا يعني تغض الطرف عما تفعله تركيا كل الحاجات دي حاجات تقلق وتورينا إزاي من التحالفات دي مع البلقان واللي بيحصل فيه وما سيفرز عنه الحاجات دي كلها تبتدي تحط قدامنا إن إحنا على الأقل نبقى عندنا معرفة بالنقط الساخنة والحاجات اللي ندلها ودننا ونفكر فيها وإحنا بنقرأ كلمة ربنا وبنشوف اللي بيحصل في ظل معرفتنا إن إحنا الجيل الذي سيره المجيء الثاني للمسيح وإمكان عملت في خلال 2022 خمس أو ست حلقات عن هذا الأمر بالذات وعلاقته برجوع إسرائيل إلى الأرض مرة تانية واللي بيحصل من حاجات ما اجتمعتش في تاريخ البشرية مع بعضها زي هي موجودة ويمكن دي آخر حاجة بأختم بيها البرنامج إن أنا أراجع مع حضراتكم النقطة العشرة اللي هنستمر في 2023 نحنا نبتدي يعني نكون بنرصدهم في كل ما يحدث طيب كفاية أوروبا كده طبعا الموضوع ما خلصش ولكن يعني كفاية على كده وخلينا نروح لنمشي شوية أمريكا هتلاقوا إن أنا بجيب سرتها في كل حاجة من اللي احنا بنقولها لكن أنا في رأيي إنه باللي بتعمله أمريكا كل يوم هي بتؤكد شيء واحد بس إنه الصين وروسيا هيستمروا إنه هما يبقوا وحدة بتزداد في التلاحم مع بعضها البعض ودي من ضمن الحاجات اللي بدأنا نلاحظ جدا إن هي بدأت تبقى واضحة في الأوقات الأخيرة الصين تريد إن هي تبعد أمريكا من إن هي تكون الدولة الأقوى اقتصاديا في العالم وأعتقد إن ده ماشي في السكة في صالح الصين بالذات مع الوحدة دي لكن حتى على المستوى العسكري في الأيام اللي فاتت دي كلها والمنطقة بتاعة المحيط الهادي وبالذات بحر الصين الجنوبي منطقة منورات شديدة جدا لو نحطها كبيرة على الشاشة وده اللي بتقوله رويترز إن راشا and china hold naval drills منورات بحرية practice submarine capture التدريب اللي هما بيعملوه إزاي إن هما يقدروا يعني يحيدوا أو يدمروا أو يستولوا على الغواصات ليه لأنه هما عارفين إن دي أحد القوة الأمريكية اللي موجودة في الفليت بتاعها في المحيط الهادي والكلام ده بيتم فين بيتم في المنطقة الفصلة ما بين الصين وطايوان يعني روسيا موجودة هناك روسيا مدي قطع بحرية كتير جدا تتحرك مع الصين وتتآلف معها عسكريا في هذا الاتجاه فما ننساش الأمر ده واتخلينا نبص كمان إنه اللي بيحصل في الكوريتين زي ما قلت إنه استبيان إنه السلاح النووي هو الحامي وهو اللي بيخلي الناس تحترم الناس طبعا بيدي نوع من الغرور الشديد جدا لكيم جين يونج اللي هو كيم جين أون اللي هو رئيس مجنون بتاع كوريا الشمالية وكوريا الشمالية بتدين بالولاء لروسيا كمان أكتر من الصين ولكن يعني معاهم بيعملوا قوة كبيرة جدا نووية وهو كل شوية عمال عارف بالضبط عايز تبوش زلمت يعني كل شوية عمال يزحزح الخطوط الحمرة ويعمل اللي هو عايزه وتيجي تحذيرات وأقوى الاحتجاجات وغيره وغيره لكن هو مش يضرب يعني سواريخ باليستية فرط صوتية عابرة للقارات وتنزل في المياه الاقتصادية بتاعت اليابان تعدي فوق اليابان كلها لكن لما تنزل تنزل في المياه الاقتصادية بتاعتها لزي ما قلنا ان هي 200 ميل حواليه البتاع لازالت الحاجات دي كلها فيها نوع من التهديد الشديد جدا فما تنسوش بقى المنطقة دي المنطقة دي شكلها هتولع جامد اوي في 2023 فكوريا الشمالية لأول مرة تبعت مسيرات تخش جوه العمق بتاع كوريا الجنوبية وتصل الى حوالين المنطقة بتاعت سول او العاصمة بتاعت كوريا الجنوبية ولما يحاولوا ان هم يسقطوها يفشلوا في هذا وتسقط طائرات من الطائرات بتاعت كوريا الجنوبية للدرجة ان رئيس كوريا الجنوبية يطلع ويعتذر للشعب ويقول ان احنا بناءا على كده لابد ان احنا نزود احنا اكتشفنا ان فيه نقاط ضعف وفيه صغرات فيه الدفاعيات الجوية بتاعتنا وهكذا برضو زيادة فيه التوجيه كل الاقتصاد نحية الاقتصاد حرب مش بس في اوروبا لكن ايضا في المحيط الهادي والدول اللي موجودة ديت فالنقاط دي نقاط مشتعلة جدا في العالم ارجو ان نعنين تكون عليها ليه لان ده بيؤدي بالتبعية انه واحد زي كيم في نورس كوريا يقول ان احنا مستمرين وماشيين في اتجاهنا ليه لانه كل ما بيعمل حاجة ما فيش حد قدر يوقفو والراجل ده مجنون يعني اللي عايز اقوله ممكن يبقى احد الكلاترالز او الادوات على جنب اللي يستخدمها الرئيس الروسي علشان خاطر يقدر ان هو يشفط يعني الطاقة الحربية الامريكية سواء من ناحية تهيئة الامر للصين ان هي تخش تايوان او يعني يعمل نوع من الاجهاد والاستنزاف الشديد جدا في اللي ممكن يحصل عشان كده نتوقع ان يحصل بعض الانفجارات في هذه المنطقة واحنا عارفين انه في اخر الايام وحسب ما بيقول لنا الكتاب في رؤية 17 عن انه هيجف نهر الفرات واحنا طبعا شفنا قد ايه الموضوع ده وتماشي بصورة مضطردة جدا 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 اكتر كتير من النيل كمان وانه هيعبر عليه الجيوش اللي تقدر بمئتين الف الف يعني مئتين مليون جاية من الملوك بتوع الموجودين فيه مشرق الشمس مش ملوك الشرق لكن من مشرق الشمس كلمة الشرق بتعني دايما شرق اسرائيل في الكتاب المؤدس ولكن بالنسأة والاراضي المقدسة ولكن هنا بيكلم عن الملوك القادمين من مشرق الشمس نخلي يعنينا عليهم لأن دول أحد اللاعبين الكبار في مربع الشر اللي بتكلم عنه دايما وبالتالي كل دولة بيزيدوا في التأثير بتاعهم ده كمان بيخلي اليابان تبتدي تتخوف بالذات بعد اللي يحصل من السواريخ الباليستية العابرة للقارات اللي بتنزل في المياه الاقتصادية بتاعتها والفشل اللي موني بكوريا الجنوبية وعلى فكرة التهديد اللي بيعمله كيم دوت على كوريا الجنوبية سببه انه كوريا الجنوبية ان هي تدي سلاح لامريكا علشان خاطر او لدول اوروبية زي بولندا مثلا علشان خاطر ده يكون المنفذ يعني الباب الخلفي اللي منه تخش الاسلحة الاوكرانية فده تحذير في رأيي انا سوفيتي من من بوتين عن طريق بالانابة يعني استخدام كيم من كوريا الشمالية علشان خاطر يكون بيحط الضغط ده على كوريا الجنوبية فاليابان طبعا لما شافت كده طبعا حصل نوع من الرعب واليابان اعلنت زيادة التسليح بتاعها وان هي هتتغاض عن المادة التسعة في الدستور بتاعها اللي اتحطت وفردت عليها بعد الحرب العالمية التانية لانه اليابانيين بصراحة يعني من الشعوب اللي اقدر اقول مش بس انه هم هارد ويركرز والناس دي يعني بيشتغلوا يعني او الشغل هو حياتهم لكن هم عندهم كمية من الزكاء والانوفيشن والقدرة على الاختراع مذهلة يعني ما نقدرش ان احنا يعني نحط ده على جنب على الاطلاق ولما اخدوا الفرصة الحربية دول من مئة سنة فاتوا احتلوا الصين احتلوا الصين احتلوا كوريا وشبه الجزيرة الكورية كلها فرضوا سيطرتهم وبسطوها على المحيط الهادي كله فموقفهمش يعني هم اخر بلد وقفوا القتال وما كانش في حل تاني وقفهم غير القنبلتين النوويتين اللي وقعهم على هيروشيما ونجازاكي وأنهو الحرب العالمية التانية باستسلام اليابان هل هذا المارد الياباني على وشك أنه هو من جديد يبتدي كل الحاجات دي هتبان بوضوح أكتر فيه خلال 2023 فيعني حبيت أن أنا أرصد هذا الجزء أيضا أعتقد أنه بلاد أكتر هتكون بتشوف ما سيقول إليه الصراع ده المشكلة بتاعت الصراع الموجود دلوقتي مش بس التأثير الحربي واللي بيحصل وغيره لكن زي ما قلت كل الأبعاد ديت ولكن أيضا التأثير الاقتصادي على العالم منظمة الغذاء بتاع الأمم المتحدة بتقول أنه 2023 سيكون هو أسوأ عام بالنسبة للجوع في العالم وأنه يعني الناس دلوقتي اللي بيباتوا جعانين جيب لحضراتكم الرقم بالزبط 800 حاجة 828 مليون شخص بيباتوا جعانين كل ليلة قالوا أن السنة دي احتمالية مش احتمالية ده يعني ده اللي هيحصل أنه هيزيد عليهم كمان مليون 100 مليون وشوية غالبا هيكملوهم مليار من الناس اللي وهنا معانها معندهم مش أكل مش بيأكلوا حاجات مش عجباهم لا معندهم مش أكل طبعا حاجات كتيرة جدا قدت لهذا الأمر الاقتصاد العالمي لكن أيضا أنه المخزن الكبير بتاع الأمح في العالم في حالة حرب سواء في روسيا أو في أوكرانيا مع كل المحظورات والحاجات الموجودة الظروف البناخية الوحشة اللي أثرت على إنتاج بتاع الهند مثلا والصين وغيره الحاجات دي كلها والتأثير بتاحها نضرة المياه أحيانا في أماكن في العالم بتخلي مثلا حاجة زي الرز اللي بيحتاج لكمية كبيرة من المياه تبتدي بلاد إن هي بدل ما تنتجه تبقى بتستورده ويحصل مشاكل في الاستراد وده اللي بنشوفه حتى بيحصل في مصر بلدنا الحبيبة دلوقتي في محاولة لترشيد المياه هو الابتعاد عن بعض المحاصيل اللي ممكن بتكون غرقانة مياه أو تحتاج لكمية هائلة جدا من المياه ده بيؤكد كمان فكرة إنه لما حد بيعتص في شرق أو في غرب العالم على جزء الآخر من الكرة الأرضية يعني الرزاز بيؤثر عليه ودي حاجة ما بقتش يعني صعب إن إحنا نستنتجها ظروف كورونا وتوقف العمل وإن الناس ما تروحش لأشغال لمدة طويلة جدا في الحتدة الكبيرة جدا في العالم زي الصين وأمريكا وغيره أثر كتير جدا على سلسل التوريد زود الإنشورانس خلى فيه ندرة زود الأسعار وغيره فالحاجات دي كلها بدأت تؤثر بصورة شديدة جدا توقعات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي عن الوقت اللي جاي ما هيش توقعات إيجابية للغاية لكن أنه يحصل تباطؤ في الاقتصاد ده قريد دي حصل فعليا لكن ممكن بعد كده يبتدي يخش فيه نوع من بنسميه الريسيشن أو يعني التناقص الشديد اللي يؤدي إلى ركود تضخمي وأن دوت هيزيد جدا وأنه جاي لا محالة في الوقت اللي جاي وده هيأثر بكتير جدا على العالم كله من الناحية الاقتصادية وغيره ف 2023 أنا مش بحاول أن أنا أسودها وصاد حضراتكم لكن بحاول أن نكون واضحين ليه لأنه إحنا كمؤمنين محتاجين أن إحنا نبص في الدعوة بتاعتنا بطريقة مختلفة محتاجين أن إحنا ندرك نمر واحد أن إحنا في أوقات صعبة جدا لكن صعبة على العالم لكن هو ده الوقت المعين من الله علشان خاطر يقدر أنه هو يعيل كنسته في هذه الظروف الصعبة جدا للناس المتوكلين عليه الناس اللي بيحطوا الملكوت بتاعه و باهتمامات الله من ناحية الإنجيل والكرازة في أي اهتمام تاني لأنه كل العالمات بتقولنا أن إحنا بنودع المطش وخلاص و خلاص إحنا يعني إحنا الوقت الإضافي كمان بيخلص ودخلين على ضربات الجزاء و عندنا مهمة وفيه غرض موكلين بيه وإن إحنا لابد نبقى وعيين وربنا يدينا قلب حكمة علشان خاطر ندرك إحنا بنستثمر فين وقتنا ومجهودنا وفلوسنا وطموحاتنا وكل شيء في حياتنا هل هو الصالح الملكوت أطلبه أولا ملكوت الله وبره ومؤكد هذه كلها ستزاد لكم لغاية لما ييجي الوقت اللي يكون معين من إلهنا الصالح اللي ملوش علامات زي الضيقة والسنين وكلام الموجود فيها و1260 يوم و42 أسبوع وزمان وزمانين ونصف الزمان ومنتصف الأسبوع وكلام ده كله لا دي اختطاف الكنيسة عشان كده الكتاب المؤدس بيقول لنا افرحوا ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب كل اللي بيحصل دوت يطمننا احنا ويخلينا كمان نحاول بكل طريقة ممكنة ان احنا ننقذ آخرين مما هو آتي علشان خاطر لما يتعرفوا على شخص المسيح المخلص والرب والسيد والمؤثر في الحياة والرفيق وغيره وغيره يقدروا كمان يستمتعوا بالحماية دي من كل ضربات عدو الخير اللي سيأتي وينزل الى الارض ويكون له ملك غير معهود ويدي كل قوته للوحش الاول والوحش التاني وتجسد من خلالهم بكل قوته الشريرة احنا احنا عندنا اميونيتي من هذا الامر ليه لانه مكتوب انه من يغلب انا هاحفظه من ساعة الضيقة القدمة على العالم لانه ويجلسهم جاتكم تقترب لانه اليوم بيقرب وبيقرب قوي وكل العلامات موجودة وكل البوزلز كل البيسز بتاعتها كل الاجزاء بتاعتها عمالة تقع في مكانها عشان كده النهاردة ارجوك وارجوك كل اللي انا بقوله ده ما يخوفش حضرتك لو انت فعلا ليك علاقة حقيقية بالمسيح لكن لو كنت شخص متدين لو كنت شخص ماشي في الزفة لو كنت شخص يعني بتعمل اجراءات دينية كنسية لكن من جوه من جوه مفيش الحب مفيش العشرة مفيش اللقاء اليومي مفيش التغيير مفيش الاهداف ما تغيرتش التموحات ما تغيرتش الطريقة اللي بتعيش بيها او تعيش بيها حياتك ما تغيرتش ارجوكم ده جرس انظار ربنا عايز دخلكم في الفرح بتاعه في الحماية بتاعته عشان تبقى واحد من الناس دولة المكتوب عنهم انه في ظل القدير يبيت في ظل القدير يبيت و يقع بقى عن يمينك وعن شمالك لكن اليك لا يقرب ويحميك من كل شيء ممكن يكون بيصيب اي واحد واي وحدة او كده او كل من حولك لكن اليك لا يقرب ليه لانه حطينا قلبنا على قلبه وضعنا ايدينا على المحراس ولم ننظر الى الوراء بصلي ان يكون ده الوضع اللي الروح القدس فيه نبه حياتنا وان احنا كل ما نرى الامور عمالة ستتحرك في هذا الاتجاه اللي يمكن اديت لحضراتكم بعض الاتجاهات العميقة بتاعته انه ربنا يكون بيكلم قلبنا بصورة حقيقية ونتقابل معاكم في عشر اربعين في السنة الجديدة انتقنا الرب في مجيء وعلشان خاطر نبتدي من تاني عملية الرصد المستمر لاحداث العالم من كل جهة سياسية اقصادية علمية كل شيء فيما يتعلق بالمجيء الثاني لرب المجد يسوع المسيح اترككم في ظل محبته واذا ما كنتش قابلته اقابلتيه النهاردة فرصة والدعوة موجودة وقراءات الباب مسموعة كل اللي على الحذر تفتحه انك تفتح وتخليه تفضل شكركم كل سنة وحضراتكم طيبين وتقابل معاكم في السنة القادمة انتقنا الرب في مجيء في برنمي عشر اربعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة